اولا ذيوفنا كما كنا اعلننا على ذلك سيدة نيس الجزيري فرزيدنتي ابسي سباح النور اهلا وسهلا بيك نيس سباح خير مرحبا شكرا على تتضافة وسباح خير لكل مستمعي اكسبرس افام يعيشة كاسيدي اول ما بش نبدأ وحديثنا لليوم بش نرجو على هالديناميكية الجديدة اذا كان النجم نصفها هاكا والاديناميكية اللي تحركت مؤخرا بين تونس وليبيا وشقيقة ليبيا نعرفوا اللي العلاقة من سنوات ذكا هي يزمنا نحافظ عليها يما حكينا عليها جستما بحضورك بحضانا وبحضور الفعالين من الزوز اتراف جستما واليوم قاعدين نلاحظوا انه بتتخمن شهرين ثلاثة لخرينين فما عدد من اللقاءات هناك عدد من الزيارات عدد من الاتفاقيات اللي تم الامضاء عليهم واللي قاعدين نستنعوا في تفعيلهم في قدم الايام غيانك البيرح وفد من منظمة الاعراف في زيارة ليبيا زيارة مهمة نغمالما في قطاع البناء قطاع هام وهام جدا البناء والاشغال العمومية واحنا نعرف اعادة بناء ليبيا والدوسي هذي الكبير اللي احكينا فيه وقلنا اللي يلزم تونس تفك بلاستها فيه دونك يظهر لي اليوم ديناميكية هذيه كيفش نجمون نصفوها انيس وكيفش نجمون حطوها في اتارها شكرا والله الحق معناتها الديناميكية نجم نقوله ايجابية وايجابية جدا كنا نتظرو فيها عن سنوات ولحظناها معناتها بدات من 12-13 اكتوبر بعد الدورة الخامسة لمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بسفاقس وكان حضور كبير ليبيا على مستوى ثلاثة وزاراء واكثر من 150 رجل وامرأة عمال ليبيا وخرجنا بمخرجات ضمنهم يعني في عدد من الاقتراحات بعثنا من رئيس الحكومة رئيس جمهورية وعدد من الوزارات واللي شفناه انه فهم تفاعل ايجابي مع المخرجات هذه وتحول معناتها عنده اكثر من شهر ثلاثة وزاراء الى ليبيا قابلوا رئيس الحكومة الوحدة الوطنية ونظراءهم وخرجوا كذلك بعديد من النجم مقوله الاقتراحات والقرارات المهمة اللي معناتها من بام بعد اسبوعين كان رئيس الحكومة الوحدة الوطنية في تونس على وفد ليبي مهم ويعطي برر اول مرة معناتها يجي وفد بهالهمية هذه ولقاء معناتها كان متميز مع رئيس الحكومة وقرارات اللي احنا حقيقة كنا ننتظروا فيها عنا مدة كبيرة في اتار يعني خاصة تسهيل الكليماتي زافير ما بين تونس وليبيا تسهيل العمليات المالية العبور ما بين تونس وليبيا كسوان تعال مرشانديز ولا كسوان تعال الاشخاص فهمتوا لا فتح كذا معابر جديدة ليني ماريتيم جديدة معناتها الخطوط اكثر خطوط نحو ليبيا يعني اللي كنا تنبينه بصراحة من اللي عندنا عامين ولا ثلاثة سنين قاعد في هالشهرين هذوما كما قلت نجمه قوله يتفعل على ارض الواقع والزملاء من اليوتيكا البارح شفتهم معناتها في اجتماع مع اتحاد الغرف بيترابلس واجتماع مهم لانه شمل عديد المؤسسات التونسية في مجال الاشغال العامة والبناء وتعرف ليبيا معناتها وتونس في الموضوع هذي معناتها عن عشرة سنين خرجت من المشاريع الكبرى والدواء سوروبوزيسوني دونك ان شاء الله ان شاء الله عودة بهية وعودة معناتها متميزة وان شاء الله كذلك الانبيرونمون معناتها في ليبيا يبقى مستقر كما في الفترة الاخيرة بانه تعرف الاستثمار وعلاقات ومبادلات تجارية ديما في ليبيا تتماشى مع شون الوضعية الامنية بكل سراحة في العاشة سنوات الخرين امنية وسياسية وسياسية علاش معناتها هربوا معناتها للمؤسسات تونسية لانه الوضع ما كانش مستقر وعدد من الدول الاخرى اللي امنت البذاء عمتها وامنت تواجدها هي اللي اخذت مكاننا على كل حال نتمنى الاستقرار اليوم الارقام منال طيبة وطيبة جدا يعني قاعدين نقدموا في الطريقة الصحيح وهذا معانا انت عليه وزير التجارة في المنتدى الاخير يعني كنا في حدود واحد مليون مليار دينار عامين ثلاثة سنين اليوم في 2021 وصلنا اثنين مليار دينار وان شاء الله نكملوا سنها هذيب بثنين فاصل خمسة مليار دينار والهدف طبعا من الفين وثلاثة وعشرين هو الوصول الى الرقم انتع الفين وعشرين انتع ثلاثة فاصل خمسة مليار دينار وكعلاش المجلس سعام التونسي الافريقي يواصل مجهوداته دون الوصنس بالليمونتديات للسالون اللي عملناه في ترابلس عمناه وليكنتم معانا ان شاء الله سنها مش تكونوا معانا في السالون صلاة اللي مش نحكي وعليه توت سويت